في وصل معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي مراعي 2024 فعلياته مستقطباً أزوار ومؤكداً على أهمية تحقيق الاكتفاء لقطاع الأمن الغذائي وضمان استدامته ومشجعاً على الاستثمار النباتي والحيواني في سبيل تحقيق الاكتفاء لقطاع الأمن الغذائي وضمان استدامته انعكس ذلك جلياً في إقامة معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2024 الذي استقطب الهوات والمهتمين بالقطاع الحيواني والنباتي ومراعي 2024 في نسخته السابعة يؤكد الجهد الحكومي المبذول لرفع مستوى الثروات الطبيعية في البلاد الذي بات واضحاً في توظيف التكنولوجيا الحديثة وتقنية الذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل النتائج في مختلف القطاعات التنموية ذات الصلاة مشاركة شؤون الزراعة جداً كبيرة مميزة لهذا العام مثل ما تلاحظون في ركن مخصص إلى تاريخ الزراعة في مملكة البحرين كذلك في ركن مخصص بتوزيع الزهور والأشجار التجميلية بالإضافة إلى ركن مختص ويشرح عن مكافحة الآفات الزراعية وكذلك بعد من الأركان الرئيسية عندنا تقنيات حديثة في المجال الزراعية تميزنا السنة في معرض مراعي في دجاج قسم دجاج الزينة بأن شاركنا بأكثر من 65 فصيلة دجاج مميزة ودجاج فاخر المعارضة الدولية اليوم أو الأوروبية تشهد بأن تشارك فيها 40 فصيلة من الدجاج أو أكثر من 40 بشوية البحرين تميزت بأنها شاركت ب65 فصيلة وأكثر من هذا افتتحنا ركن البيضاء هذه الفعالية تتكلم عن الطرق الصيد التقليدية في الصحراء أو في البر تتميز هذه الطرق التقليدية بالصيد بالسلوكي بالكلب السلوكي تتميز بالصيد بالسقوط تتميز بركوب الخيل هذه كل هالطرق إن شاء الله السنة راح نبينها الشرح تفصيلي إلى الجمهور عارضين عدة فصائل من القطط عدنا فصائل متوفرة وعدنا فصائل نادرة يعني من الفصائل النادرة اللي عدنا عدنا البنغال قليل منها في البحرين وعدنا عارضين فصيلة المينكون معرض مراعي 2024 يؤكد حجم النجاح الذي حققه المعرض خلال النسخ الماضية في إطار استكمال مسارات التنمية تنفيذا للمبادرات والمشاريع الاستراتيجية الوطنية الهادفة لرفع مساهمة القطاعين الحيواني والزراعي في تحقيق استدامة المنظومة الغذائية ورفض الاقتصاد الوطني لاسيما الانطباع الإيجابي الذي حصده المعرض من قبل مرتديه من الزوار المعرض الصراحة يعني فرصة رائعة للناس التي وتشوف وتتفرج وهذه طبعا على المستوى الشخصي جلب السعادة لنا كلنا المكان ما شاء الله ويد حلو وصير متطور أكثر من قبل وصراحة هذه المرة الخامسة اللي اي مني وكل مرة ما شاء الله يصير أحسن وأحسن صراحة المكان ويد حلو لأنه في ويد أشياء وكل حيوانات وأنه بعد كيف نقدر نشريها مثل حيوانات وأشياء بعويل وحدة ونوسة استمتعت هذه أول زيارة لي وإن شاء الله مؤخر زيارة شفت ويد حيوانات وشفت القطاوة والأسقور وويد المكان كان حلو وفر معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي أفضل الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التنمية الزراعية والحيوانية وحجز موقعا متقدما على الرزنامة الوطنية لتنظيم واستضافة الفعاليات الإقليمية والعالمية الكبرى باعتباره منصة اقتصادية تنموية ومقصدا ترفيهيا وفنيا مميزا يختص بمجال الإنتاج الزراعي والحيواني معرض مراعي في نسخته السابعة يصلط الضوء على المبادرات الوطنية التي تدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والارتقاب الإنتاج الحيواني والزراعي والتشجيع على الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية يمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين